النهاردة الزمالك بيفوز فوز مصير جدا على فريق سيراميك لوباترا 3-2 عشان سيراميكا خلى المباراة مصيرة المهم ان الزمالك زي ما قلت في المقدمة كده ماشي بشكل معقول جدا هتقول لي معقول جدا ده النهاردة كان ممكن يتعادل واحدة يقول لك استو كان سيراميكا عنده ضربة جزائق واحدة بص قول لي انت تقوله الفكرة ان الزمالك من كم شهر كنت بتقول عليه مستحيل ينافس على الدوري مش عشان الزمالك مثلا فريق صغير ولا حاجة بس عشان الزروف صعبة قائمة كان فيها وقف جيد فمش مكتملة لعبين ما بيفكروش غير في تجديد التعاقد او الرحيل عن نادي الزمالك اصابات بالجملة فكل الزروف كانت تقريبا قدام نادي الزمالك بس الحل السحر دايما تمدرب مدرب يعرف يشتغل مع اي ظروف اللي اختهار فريرا يرجع نادي الزمالك امتياز طبعا ما كانش فيه مدرب يقدر يشتغل في الزروف اللي فيها نادي الزمالك غير مدرب خبير مدرب عبقري مدرب يقدر يشتغل في اي ظروف وباي لعبين مجموعة شباب الزمالك اللي تقلقوا النهاردة وتقلقوا المباراة الماضية واللي قبلها واللي قبلها لولا فريرا ما كنتش هتشوفهم اه الزروف الترارية في بعض الاوقات ولكن هو اللي اختار فيه لعيبة كبيرة قاعدة عبدك فيه لعيبة كبيرة في القائمة لسه موجودة واحد غيره يقولك لا الزروف الصعبة دي ما قدرش اعتمد فيها على لعبين شباب ما يقدروش يشيلوا المسئولية شالوا المسئولية كسب الزمالك على الاقل على الاقل في الموسم اللي جاي اربع شباب اربع شباب يقدروا يبقوا في التشكيل السياة النادي الزمالك اربع شباب يقدروا يبقوا في القوام الاساسي النادي الزمالك ده مدرب بصوا فيه ناس كتيرة تقولك لو الفريق كويس مش فريق مدرب فيش الكلام ده انا فاكر الكلام ده كان بيتقال على منويل جوزيه في وقت من القواته بيتقال على كابت الحاسة الشحات أسكرت اللي حاسش هذا كان معاه جيل زهبي فهو اللي خليها ياخد كسره من أفريقيا منوي الجوزي كان عامل إنجازات مع النادي الأهلي فده بسبب اللعبين والجيل الزهبي في النادي الأهلي فيش الكلام ده وفيه ألف مثل ومثل ممكن أقوله لك عالمياً ومحلياً كان فريق جامد جداً وكان بيخسر مع مدربين مش أكفاء النهاردة بريدة رائع رائع وخدوا بالكم اللي بيحصل في الزمالك أنا بكلم جميعين نادي الزمالك دلوقتي ممكن يحصل تعصر في أي وقت الفرق اللي بيبقى فيها كتير من الشباب وفيها النقص عددي ممكن يحصل تعصر ما تبقاش النتائج ماشي على مية واحدة ما تبقاش النتائج كلها انتصارات وارد أزبره الراجل اللي بيعمله السنة ده شيء حيفيد نادي الزمالك لسنوات قادمة النهاردة مثلاً طريق حامد مش موجود أمام عشور ومحمد طريق وباقي اللاعبين عاملين أداء رائع النهاردة الأول كنت تقول الزمالك من غير طريق حامد هيخسر هيخسر أو هيتعصر هيتعصر بتعادل أو خسار نهاردة ما فيش محمد أبو جبل ومحمد عواد شايل كل حاجة عد بقى عد زي ما انت عايز تقول قول في اللاعبين حمزة المسلوسي بقى وحزي بكلمكم على مبارات دي ومبارات الماضية ومحمد عبد الشافي وعمر السعيد اتكلم على أي لعب غايب في لدي الزمالك هتلاقي له بقى دلوقتي عنده تعوين تحديداً بقى امام عشور في رأيي ورأيي كثير من محلل الكرة المصرية هو الأفضل في هذه اللحظة في الدولة المصرية سبات في المستوى لعب رقم 8 زي ما الكتاب بيقول دفاعياً جيد جداً هجومياً جيد جداً بيصوب من خارج منطقة الجزاء بيكمل في الزيادات الهجومية بيعمل كل حاجة من متطلبات الراجل اللاعب رقم 8 المشهور بالبوكس تبوكس المركز اللي كان بيعاني منه قالوا سكيروش وقت كان موجود في منتخم مصر ويلاعب من 8 من اللي يعرف يعمل الدولين بنفس الامتياز معظم اللاعبين اللي في مصر يعرفوا يعملوها في الوجبات الدفاعية عشان كده لما كان بيعرفوا 4-3-3 قالوا سكيروش كان التلاتة بيعرفوا أو يدفعوا نتكلم تحديد على العامل السولية وحمد فتحي ومحمد النيني والتلاتة لعبة عظيمة جداً بس اللي بيعرف يعمل التحولات الهجومية ده مش موجود في مصر كتير إمام بيعملها دلوقتي بشكل كويس أوش لسه طبعاً محتاج خبرات ومحتاج وقت كمان أكتر ويسقل هذه الموهبة بس ماشي بمستوى سابت ورائع جداً اللي عجبني في إمام عشور بجانب الأمور الفنية إنه بدأ يهدى من تالتي بدأت تتطور العقلية بدأت تتطور عشان إمام إحنا كنا حاسين في الأول إنه مشروع لعب جيد بس ممكن زي يلعبين كتير قابليه دماغهم خلصت عليهم لا هو واضح إنه زي ما بيتطور فنياً في الكرة بيتطور على مستوى التفكير والعقلية فده مكسب لينا مكسب لمنتخب مصر بكل تأكيد وأكيد مكسب لنادي الزمالك ده بالنسبة النادي الزمالك السرامية كلوباترا دي بقى إنها حالت تانية زي ما عشاننا بفريرة نشيد بالكابتن أحمد سامي شخصية المدرب اللي قاعد عددك قورة المدرب اللي ما بيخافش المدرب الجريء المدرب اللي لما يتغلم من الزمالك 3-0 يقول لا أرجع عادي خد بالك فرق كتير اللي هي فرق المنتصف زي السراميكا لو اتغلب 3 من الزمالك أو من الأهل اهبط خلاص المباراة خلست هسجل 3 في الزمالك ولا 3 في الأهل إزاي نهاردة سجل هدفين وكان ممكن يجيب التاد وكان ممكن يرجع فيه المباراة السراميكا خسر المباراة النهاردة وضيع فرص وضيع فرص في هذه المواجهة فتحية للكابتن أحمد سامي وتحية للعاب سراميكرو باترا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو